اسم الدرس أكون الأعداد الكسرية وأكتبها وأقرأها خامساً أعبر كتابياً عن خارج عمليات القسمة التالية بأكثر من طريقة كلما كان ذلك ممكناً ثمانية عشر على ستة أربعة على ثلاثة واحد على خمسة ستة على عشرة أربعة وخمسون على سبعة اثنان وعشرون على ثلاثة تسعة عشر على ثلاثة خمسة عشر على ستة ثلاثة على مئة الإجابة ثمانية عشر على ستة يساوي تسعة على ثلاثة ستة على عشرة يساوي ثلاثة على خمسة خمسة عشر على ستة يساوي خمسة على إثنين سادساً أؤبر عن كل جزء ملون بعدد كسري وأكتبه ثم أقرأه الإجابة لتمثيل الجزء الملون بعدد كسري نقوم بكتابة عدد الأجزاء الملونة على عدد أجزاء الشكل الشكل الأول ثلاثة على أربعة ثلاثة أرباع الشكل الثاني ثلاثة على ثمانية ثلاثة أثمان الشكل الثالث واحد على إثنان نصف الشكل الرابع إحدى عشر على إثنان وثلاثون إحدى عشر على إثنين وثلاثين ماذا يمثل البسط؟ ماذا يمثل المقام؟ الإجابة البسط يمثل عدد الأجزاء الملونة المقصوم والمقام يمثل كل الأجزاء بالوحدة أو الشكل الواحد القاصم ألون في كل مرة الأجزاء المناسبة للعدد الكسري المقدم ثلاثة على ستة خمسة على سبعة واحد على إثنان إثنان على ثلاثة الإجابة الشكل الأول أي أننا سنلون ستة أجزاء من إثنى عشر يساوي ثلاثة من ستة يساوي النصف الشكل الثاني لا يمكن تلوين الأجزاء بالشكل لأنها ليست متساوية إلا إذا قعدنا تقسيم الشكل بالتساوي الشكل الثالث أي أننا سنلون أربعة أجزاء من أصل ثمانية يساوي النصف الشكل الرابع سنلون أربعة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين يساوي الثلثين إثنان من ثلاثة ثلاثة على ستة خمسة على سبعة واحد على إثنان إثنان على ثلاثة سابعاً قسمت أم علبة شوكولاتة بها إثنى عشر قطعة على أطفالها الثلاثة كما قسمت ستة تفاحات على كامل أفراد العائلة المتركبة من خمسة أشخاص أعبر بعدد كسري عن مناب كل طفل من قطع الشوكولاتة ثم بعدد كسري آخر عن مناب كل فرد من أفراد العائلة من التفاحات الإجابة مناب كل طفل من قطع الشوكولاتة إثنى عشر على ثلاثة مناب كل فرد من أفراد العائلة من التفاحات ستة على خمسة أعبر بكتابة أخرى عن مناب كل فرد من أفراد العائلة من التفاحات الإجابة الإجابة مناب كل فرد من أفراد العائلة من التفاحات ستة على خمسة يساوي إثنى عشر على عشرة أوظف ثامنا عدد التلاميذ المرسمين بمدرسة ابتدائية بأحد الأرياف مئة من بينهم ستين ولدان أكتب العدد الكسري الممثل لعدد البنات بالنسبة إلى عدد التلاميذ الجملي الإجابة عدد البنات بالنسبة إلى عدد التلاميذ الجملي أربعون على مئة أكتب العدد الكسري الممثل لعدد البنات بالنسبة إلى عدد الذكور الإجابة عدد البنات بالنسبة إلى عدد الذكور أربعون على ستون ترجمة نانسي قنقر